مقاعد خالية طيور تبحث عن طعامها تغيرت ملامح المدينة حدائق بلا متنزهين ومعالم بلا سيح الغالبية في منازلهم حجر صحي كان طوعيا لكنه لم يعد كذلك بعد الآن إذ فرضت برلين غرامات مالية على من لا يلتزم بالقوانين وإجراءات تقييد الحركة التي أقرتها الحكومة جهود تسعى من خلالها ألمانيا الحد من الانتشار السريع لفيروس غير شكل الحياة في المدن وحولها إلى شوارع شبه فارغة في الوقت الحالي سرعة انتشار الفيروس لا تزال عالية جدا لذلك لا يمكننا تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتنقل عمال الحدائق ما زالوا يمارسون عملهم اليومي في تنسيق الأزهار مع مراعاة القيود الجديدة وهنا عامل آخر يرتاح قليلا أما هذا الرجل فيجلس وحيدا وربما يعرض نفسه للمساءلة القانونية إن طالت استراحته نغادر المكان على عجل لنلتقي عبدالله أمام المنزل وليس بداخله كما تقتضي العادة لا بد أن نحن نحافظ على المسافة هاي اللي هي متر ونص على الأقل وانشان نحفظ على سلامتنا بالدرجة الأولى وسلامت الآخرين يعني موضوع مهم جدا أنا بالنسبة لي يعني يعني بالنسبة 70% نسبة تطبيق نوعا ما لأنه الإنسان متعود على شيء معين فأحيانا السلوك يطغى على يعني الشيء المستجد حسم كل شيء لا تهون لا تردد في القرارات فالصحة العامة تلغي ما دونها وعلى الناس الالتزام وإن لم ينجح كل ما سبق فلدى الحكومة خيارات أخرى كإلزام الناس ارتداء كمامات أو استخدام البيانات الخاصة في الهواتف الذكية لتتبع انتشار الوباء وهو ما قد يثير الجدل حول الخصوصية الخصوصية أم الصحة العامة من يمتلك الصحة يمتلك الأمل ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء هكذا قال كاتب سكوتلندي والأمل هو جزء من موروث مدينة عانت مرارا عبر التاريخ من الحرائق والطاعون وحروب عالمية لكنها كانت تنهض أقوى منذ قبل يمان شواف التلفزيون العربي برلين